الرادن هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة دو منشأ طبيعي ينتج عن تفكك عنصر الراديوم المشاه خلال العقد الماضي أقرى العلماء بإجماع كبير على احتمال أن غاز الرادن هو سبب الإصابة بسرطان الرئى عند البشر وقد أوضح العلماء العاملون في وكالة الحماية البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية أن حوالي خمسة آلاف إلى حوالي عشرون ألف من الوفيات سنويا كانت نتيجة إصابتهم بسرطان الرئى يمكن أن ينسبوا إلى التعرض لغاز الرادن ينتمي الرادن إلى الغازات النبيلة أو الخاملة فضرت الرادن كباقي الغازات النادرة نادرا ما تتفاعل لذلك يمكنها أن تنتشر بحرية عبر كل المواد النفوذة للغازات لأنها خاملة كيميائيا هناك عوامل تؤثر في تركيز الرادن في الأبنية منها الرطوبة ودرجة الحرارة حيث تلعب الحرارة دورا هاما لأنه تكون عادة درجة الحرارة داخل الأبنية أعلى من خارجها وهذا يولد فرقا بسيطا في الضغط الأمر الذي يؤدي إلى شفط هواء التربة الواقعة تحت المنزل إلى الداخل والذي بدوره يمكن أن يرفع تركيز الرادن في الداخل وقد وجد أن تركيز الرادن في المنازل يتغير من فصل إلى فصل ومن شهر إلى شهر ومن يوم إلى يوم حتى بين النهار والليل تكمن الآتار الصحية للرادن في جسيمات ألف الصادر عنه حيث تمتلك هذه الجسيمات الطاقة الكافية لتخترق النسج وتصل إلى القسم الداخلي للخلايا وتخرب هذه النسج لذا فإن أفضل طريقة للوقاية هي بقياس نسبة الإشعاع في الهواء الذي نتنفسه تنصح الوكالة الأمريكية لحماية البيئة بالتالي قياس معدلات نواتج تحلل الغاز الرادن في هواء المنزل وذلك باستخدام أجهزة الكشف وتوصل وكالة بضرورة أعلام الجهات المختصة إذا ما تبين أن نسبة التركيز تتجاوز أربعة بيكوكوريز لكل لتر عدم استخدام مواد البناء التي تحتوي على صخور الغرانيت والبازلت والسيوان كقواطع جدرانية أو أرديات عدم استخدام مياه الأباري الجوفية للشرب والطهي يمكنكم زيارة هذا الموقع حتى تتعرفوا على مستوى الرادن حسب كل قرى وكل دولة شكرا على المتابعة راسلونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا لكم من أطيب المنا وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة